السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الخميس السابع والعشرين من شهر ماي 2021 أهم أخبار ألمانيا آسف أصدقائي هذا الفيديو سيكون سريع لن أستطيع أيضا تقسيمه للأسف تعرفون يوم الخميس يكون عمل كثير للغاية لكن توجد فيه معلومات هامة إضافة إلى أن مقاطعتين بدأت تسيران نحو الفتح فهنيئا لسكان هذه المقاطعات وإن شاء الله يا رب هذه الخطة وهذا الأمر يعم قريبا في جميع أرجاء ألمانيا لأن بشائر الخير بدأت تظهر لكن في البداية نبدأ بالحالات سجلت في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة ستة آلاف وتلاتمائة وتلاتة عشر حالة وتوفي مئة وتسعة وستون شخصا عدد الحالات الجديدة لكل مئة ألف نسامة بعموم ألمانيا هو واحد وأربعون حالة جديدة لكل مئة ألف نسامة عدد الحالات النشطة هو مئة وتلاتة وعشرون ألف وتمانمائة عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة للقاح هو أربعة وتلاتين مليون ومئتين وستة وأربعون ألف وواحد وعشرون وعدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين هو اتنى عشر مليون وتسعمائة وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون اليوم أصدقائي تناقش الحكومة الألمانية مسألة تلقيح الأطفال سيكون هناك اجتماع للسيدة ميركل مع المقاطعات الألمانية وسوف يتناقشون في مسألات هل سوف وكيف سوف يتم تلقيح أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين إثنى عشر سنة إلى خمسة عشر سنة هناك حاليا خلاف حول هذه المسألة هناك من يقول أنه من مصلحة التلاميذ التلقيح كي ترجع المدارس إلى طبيعتها بعد العطلة الصيفية ومنح الأطفال مناعة من هذا الوباء وكي لا يكونوا ناقلين لهذا الوباء وهناك من يقول لا حاجة للأطفال بين إثنى عشر سنة وخمسة عشر سنة بالحصول على اللقاح لأن هذا الأمر لا تعرف أعراضه الجانبية لأنه ممكن أن تكون قوية لا تعرف الأعراض الجانبية على المستوى المتوسط والبعيد ولأنهم يقولون بأن هذا الوباء لا يشكل على الأطفال خطرا أصدقائي إذن هذا اليوم سوف تجتمع الحكومة الألمانية وسوف تقرر في هذه المسألة الآن سوف نمر إلى بشائر الخير أصدقائي مقاطعات ألمانية بدأت بإعلان خطتها للفتح سوف نبدأ المقاطعتين هي مقاطعة شليسفيك هولشتاين بشمال ألمانيا ومقاطعة شمال الرينفستفالن نغد غينفستفالن بغرب ألمانيا سنبدأ في البداية بمقاطعة شليسفيك هولشتاين شليسفيك هولشتاين خطت خطوات كبيرة جدا نحو الفتح التدريجي وانخفضت فيها الحالات بشكل كبير أعلنت المقاطعة أنه بداية من الأسبوع المقبل الواحد والثلاثين من شهر خمسة الفين وواحد وعشرين سوف يسمح بلقاء عشرة أشخاص أصدقائي من أسر مختلفة بالنسبة للمدارس سوف تبقى الكمامة إجبارية بمقاطعة شليسفيك هولشتاين لكن بالاستراحة لن تكون هناك حاجة إلى لبس الكمامة أصدقائي أيضا مقاطعة شليسفيك هولشتاين بدأت تفكر بفتح النوادي الرياضية تدريجيا من بينها فيتنس شتوديو يعني صالات الحديد سوف تفتح بالمقاطعة أيضا السباحة سوف تفتح نوادي رياضية أخرى سوف تفتح لكن مثلا فيتنس شتوديو لكمال الأجسام أو السباحة سوف يكون بفحص سلبي أصدقائي أيضا سوف يسمحون بفتح النوادي الرياضية للبالغين سيكون هناك دائما الحاجة إلى فحص سلبي بالنسبة للأطفال والشباب أقل من 25 طفل لا يحتاجون إلى فحص إذن هناك أمر جيد أيضا في المقاطعة سوف يفتح المساريح السينيما أيضا سوف يسمحوا بتجمعات كبيرة للصلاة بالجنازة يعني حتى بالجنازة قالوا أنه يسمح لأكثر من 250 شخصا يلتقون بالهواء الطلق أو 125 شخصا بالقاعة بالنسبة للأعرس لم يتكلموا عنها لكن على ما أظن بأنه اسألوا في أغدنونكس أمت إذا كنتم تسكنون بشليسفيك هولشتاين حول هذا الأمر الآن سننتقل إلى مقاطعة شمال الرين فيستفالن السيد لاشيت رئيس وزارة المقاطعة صراحة أخبر بخطته الجديدة للفتح وقال بأن خطته الجديدة سوف تبدأ بداية من يوم الجمعة يعني بداية من يوم الغد سوف تكون هذه الأمور بمقاطعة شمال الرين فيستفالن هو قسم المقاطعة إلى ثلاثة جهات الجهة الأولى التي سوف تتمتع بكل حقوقها وحريتها هي المناطق التي تنزل فيها الحالات عن خمسة وثلاثين حالة لكل مئة ألف نسمة يعني إذا كنتم تعيشون في شمال الرين فيستفالن ومدينتكم أو منطقتكم تنقص فيها الحالات عن خمسة وثلاثين حالة لكل مئة ألف نسمة سوف تفتح عندكم المسارح الأوبيرا السينيما سوف يسمح أيضا بالاحتفالات في الهواء الطلق واجتماع الناس إلى مئة شخص داخل القاعة خمسين شخص سوف تفتح في منطقتكم المطاعم بالكامل أصدقائي حتى داخل المطعم يسمح بالأكل إلى آخره سوف يسمح بلقاء حتى خمس عائلات يمكن أيضا لقاء يعني إذا كان العدد هو مئة شخص ضروري فحص أصدقائي لكن إذا كنتم تعيشون في شمال الرين فيستفالن ومنطقتكم أو الجهة التي تعيشون فيها تتراوح فيها الحالات بين 35 حالة إلى 50 حالة لكل مئة ألف نسمة وابحثوا في الانترنت في جرائد مدنكم كي تعرفوا كم هو العدد الحالات إذن إذا كنتم تسكنون في الجهة الثانية الحالات عندكم بين 35 إلى 50 يسمح بالتسوق أيضا دون الحاجة إلى فحص شخص واحد لكل عشرة متر مربع بالنسبة لأقل من 35 التسوق مفتوح هكذا لكن بين 35 إلى 50 التسوق أيضا مسموح الرياضة سوف تسمح بالهواء الطلق داخل القاعة سوف تسمح أيضا الرياضة لكن بفحص سلبي فتح المطاعم إذا كانت مناطقكم بين 35 حالة إلى 50 حالة تفتح عندكم أيضا المطاعم في الهواء الطلق بشكل عادي داخل المطاعم أيضا تفتح لكن بفحص سلبي وحجز مقعد وأن الشخص يجلس في مقعد خاص به أصدقائي الآن سوف ننتقل إذا كنتم تعيشون في شمال الراينفست فارن والحالات عندكم بين 50 حالة إلى 100 حالة يعني بين 50 إلى 99 في هذه الحالة تبقى الأمور على ما هو عليه المطاعم تسمح فقط بالهواء الطلق المطاعم داخل المطعم لا يسمح وأيضا التسوق يسمح بطبيعة الحال سوف يسمح أيضا بالتسوق لكن شخص واحد وزبون واحد لكل 20 متر مربع وتبقى الحالات على ما هي عليه أصدقائي لكن إذا كنتم في شمال الراينفست فارن وبمنطقة تتجاوز فيها الحالات أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف نسمة وحاليا فقط مدينة هاجن هي من فيها هذا الأمر فللأسف فللأسف سوف تظل كل القوانين المتشددة التي عندكم يعني سكان هاجن يجب أن تنتظروش بعض الشيء يعني خطة جميلة للفتح عملها السيد لاشت بمقاطعة شمال الراينفست فارن قسم المقاطعة إلى 3 مناطق مناطق بين 50 حالة إلى 100 حالة فيها بعض الأمور شيئا ما بعض المناطق من 35 إلى 50 حالة ستفتح فيها أشياء كثيرة والمناطق التي نزلت فيها الحالة عن 35 حالة تعود فيها الحياة بشكل تدريجي وشكل كبير جدا أصدقائي فهنيئا لسكان هذه المقاطعتين أصدقائي بالنسبة لباقي المقاطعات لا توجد أمور جديدة ويعني هذه هي الأخبار لهذا اليوم وشكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء